السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع دراسة الجزء الثالث من نص المسترسل الحياة لا تعرفوا المستحيل. قبل ان نبدأ المرجو الضغط على الزر الاعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تبخلوا علينا بارائكم وتعليقاتكم. اذا نقرأ الجزء الثالث. وصل عبدالصمد الى بلد جرمان. وطلح عدم التواصل باللغة الالمانية مشكلا كبيرا امامه. لكنه بدد ذلك باقباله على دراسة لسان دولة الاستقبال في زمن لم يتجاوز بضعة شهور. ويرى عبدالصمد ان اشتغاله في حقل التربية والتكوين بالمغرب قد دعم اندماجه في المجتمع الالماني. لان ضوابط التعامل مع الناس تبقى هي نفسها ان توحدت اللغة. تخطى عبدالصمد بن دحو الاختبارات التحضيرية. وحظي بالقبول في الجامعة من اجل دراسة الهندسة الصناعية على ايدي علماء بارزين في هذا المجال. وحرص خلال سنوات التكوين على مخالطة الطلبة الالماني لنيل المساعدة في فهم المحتوى من جهة. والانخراط في التنافس مع نخبة متميزة من جهة ثانية. ثم ظهر اسم عبدالصمد بن دحو بارزا بين الطلبة الممنوحين لدراسة الهندسة الميكانيكية في العاصمة الفرنسية. كاجنبي وحيد من بين الالمان الذين سيطروا على الاختبار الاستحقاق. وغذى عبدالصمد بن دحو شخصا وازنا في ميدان تطوير سيارات المستقبل بعدما انضج شروط تحقيق ذلك معرفيا ومهنيا. ولانه كان يحضر لامكانية الرجوع الى المغرب بعد اكمال دراسة التخصص في الهندسة الميكانيكية. لكن القدر شاء استمرار عيشه في المانيا. اذا بعد قراءتنا للنص سنجيب على الاسئلة صفحة خمسة واربعون. اذا الجزء التاليس بدأ من وصل عبدالصمد الى لكن القدر شاء استمرار عيشه في المانيا. اذا السؤال الاول اكون خريطة كلمات مخالطة. مخالطة يعني نوعها اسم المعنى يعني المعاشرة. ادد الابتعاد او الاعتزال او الاجتناب في جملة يجب علي عدم مخالطة الاشرخة. اذكر الصعوبة التي واجهت عبدالصمد في المانيا وكيف تغلب عليها. اذا الصعوبة هي عدم التواصل باللغة الالمانية وتغلب على ذلك بدراسته للغة الالمانية. كيف خطط عبدالصمد لتحقيق حلمه في المانيا. اذا اه بمخالطة طلب الالمان وكذلك في الانخراج في التنافس مع نخبة متميزة منهم. بالنسبة لفقرة اركب واقوم استخرج الافكار الرئيسية لجزء الثالث. ثم ارتب اهم المحطات الدراسية التي مر منها عبدالصمد في المهجر. اذا اولا بالنسبة للمحطات التي مر منها هي انه اجاز الاختبارات التحضيرية وقبل بالجامعة لدراسة الهندسة الصناعية بالمانيا. ثم بعد ذلك حصل على من حق اه من كوحيد من بين الالمان للدراسة للهندسة والتخصص في الهندسة الميكانيكية بفرنسا. اذا هذه اهم المراحل التي مر منها المحطات الدراسية التي مر منها عبدالصمد من دحو. بالنسبة لافكار الرئيسية لجزء الثالث فهي على الشكل الثالث. بالنسبة لافكار الجزء الثالث الفكرة الاولى مواجهة عبدالصمد بن دحو لصعوبة التواصل باللغة الالمانية وتغلبه على ذلك بتعلمها كما جاء في الجزء الثالث في بدايته. فكرة الثانية اجتياز عبدالصمد للاختبارات التحذيرية واقبل بجامعة لدراسة الهندسة الصناعية وذلك بالمانيا. ثم الفكرة الاخيرة. دراسة عبدالصمد للهندسة الميكانيكة بفرسا. او تخصصه في الهندسة الميكانيكية. وذلك بعد اجتيازه اقتبار الاستحقاق لصبحة شخصية وازنة في ميدان تطوير السيارات. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من دراسة الجزء الثالث من نص المسترسل الحياة لا تعرف المستحيل. اضرب لكم موعدا مع الجزء الرابع. الى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.